حركة دائمة ملايين الناس وملايين الطرق ولتحقيق تدفق أفضل تستثمر مدن كثيرة في إيجاد حلول رقمية هذا البرنامج جديد تماماً ويسمح لمدينة هامبورغ الآن بالتنصيق بين مواقع البناء بشكل أفضل نحن سعداء جداً لقد استطعنا بفضل هذا الجهاز تحقيق نجاح مبهر حقاً يمكن لأي شخص التعامل معه باللمس دون مشاكل على الإطلاق لكننا حققنا باستخدامه تحسينات في أعمال التنسيق أيضاً بإمكان أي شخص الآن رؤية مواقع البناء ومن يرغب فيه ما أصبح بالإمكان تأجيل التدابير اللازمة أو دمجها أو اعتماد ما يسبب أقل نسبة ازتحام في حركة المرور إشارات المرور أصبحت في هامبورغ مربوطة مع بعضها بشبكة رقمية وثيقة عندما تقترب حافلة الماء تطلب أثناء اقترابها موجة خضراء خاصة بها كما يقوم برنامج إدارة حركة المرور بتحديد أولويات السير هناك وسائل مواصلات كثيرة تتجه صباحاً إلى داخل المدينة ولهذا السبب تم تفعيل أنظمة إشارات المرور بما يسمح بتحسين تدفق حركة السير إلى داخل المدينة تعتبر هامبورغ رائدة من حيث التنقل الذكي في عام 2021 ستستضيف المدينة مؤتمراً لأنظمة النقل الذكية وإلى حينها ينبغي أن يقضي سكان هامبورغ وقتاً أقل في الاختناقات المرورية والإشارات الحمراء هدفنا الأهم هو التواصل بين إشارة المرور والسيارة ستكون هناك توصية لسائق السيارة تعلمني مدى تكون الإشارة خضراء وكيف يمكنني التحرك بشكل مثالي كي لا أضطر إلى التوقف عند الإشارات ومتابعة السير من جديد بعدها يضمن القطار تقدماً سريعاً دون اختناقات مرورية ومن لا توجد أمام بيته محطة توقف يمكنه تغيير وسيلة النقل مباشرة في بعض محطات القطارات فالسكك الحديدية مربوطة أيضاً بشبكة خدمات التشارك في استخدام السيارات يوجد حالياً في هامبورغ تطبيق يجمع كافة العروض الموجودة لوسائل النقل العام ويبين الأماكن التي أجد فيها محطة للسيارات المشتركة ومحطة الميترو أو القطار التالية وكذلك الربط بينها ومع الوقت نشأت رغبة في الحصول على منصة إلكترونية تسمح لنا بإدارة كافة معاملات تأجير السيارات كالتسجيل والدفع وغيرها مدينة مليونية وهذا لا يعني تحسين التنقل في حسب بل يعني العيش المشتركة أيضاً في جامعة هافن سيتي في هامبورغ هناك نماذج رقمية تساعد على فهم المدينة على سبيل المثال لمعرفة الأماكن التي يحب الناس التوقف فيها ولماذا؟ نفحص أولاً طريقة استخدام الأماكن أي أننا نتدبع الناس الذين يتنزهون مع كلابهم وذلك الابتشاف الطريقة التي يستخدمون فيها هذه الأماكن ثم نقوم بعدها بالتعاون مع شركات أو مؤسسات بحثية تهتم بجعل هذه الأماكن مستخدمة بطريقة جيدة ليبقى فيها الناس ومن يرغب في بناء جديد يمكنه وضع معايير ومقارنة المواقع لمعرفة ما هو الأفضل وجود معاهد أبحاث قريبة أو طريق قصير للوصول إلى المطار فالرقمنات تتيح فرصاً لسكان المدن لجعل التعايش مع الملايين أكثر متعة وراحة